مباراة القمة بين الاهل والزمالك اللي هتتلاع في الرياضة في المملكة العربية السعودية يوم تمانية مارس لجنة الحكام عقدت عدك تجتماعات في الساعات الاخيرة عشان تحدد مين الحكم اللي هيدير هذه المباراة فيتر بيريرا من خلال مصادرنا ومعلمات وصلت لنا ونتأكدنا منها انه كان بيفاضل بين حكم من التلاتة اللي كانوا موجودين في كاس الأم الافريقية وادار مباريات في الطلطة الأمم في القدفوار أمين عمر محمد معروف محمد عدي ولكن الاختيار في الساعات الاخيرة انحصر في اسم محمد معروف ليه؟ أولا محمد عادل أدار آخر نهائي كاس السوبر كان طرفه الاهلي أمام فيوتشر أمين عمر أدار آخر نهائي كاس مصر كان طرفه الاهلي أمام بيرامد وبالتالي الاختيارات كلها بتصب في صالح محمد معروف ومين مصادرنا عنفرنا كمان انه تم اختار محمد معروف بالتحضير والسفر الى السعودية ولكن بنسبة كبيرة هو اللي هيدير هذه المباراة أما على تقنية الفار في أزمة حاليا مبين محمود عشور وفيترو بيريرا عشور هاجم بيريرا وبريرا مصر على استبعاد عشور من إدارة المباراة الفترة اللي جاية ولكن هنشوف في تقنية الفيديو هل هيكون موجود عشور ولا هيكون موجود أسماء تانية مع محمد معروف في مباراة القمة من الاهلي والزمالك